موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين حلقة الثالث عشر مسيحيو العراق إلى أين سلام ونعم من الرب إلى أخواني أخواتي وعزائي الغاليين ومشاهدين قناة الحياة المسيحية أين مسيحيو العراق؟ أين مسيحيو بغداد؟ أين مسيحيو الموصل؟ هل هم من تركوا تاريخهم وثرواتهم وبيوتهم؟ نداء ساعدوا مسيحيو العراق هل هذا هو قانون المساعدات؟ هل هذا هو قانون الإنسانية؟ المسيحيون راحلون؟ مهاجرين لاجئين مطرودين منبوذين؟ مقتولين بإسم الدين والسياسة؟ جوع وعطش وألم ودمار؟ هل هذه مجازات الأمين والصادق؟ هل هاي مجازات الذين أعطوا بسخاء وضحوا بكل ما هو غالي؟ هل هاي مجازات أهل السلام والمحبة؟ هل هذا العراق الجديد؟ كيف نساهم في مساعدة مسيحي العراق؟ إذا المسيحي ما يتهجر وإذا ما ينطرد وإذا ما ينباق ويتهدد وإذا ما يقتل وإذا ما يموت من الجوع لا يتم مساعدته فقط في هذه الحالات والظروف وحتى المساعدات قامت تنباق من قبل رؤساء وصلاطين ورجال الدين وإذا كان عنده معرفة أو يكون زنقين لو خلص طلع وهاجر وصار لاجئ وحزين وين الإنسانية وين المنظمات وين الكنائس وين المسيحيين؟ يا مسيحي العالم وينكم؟ ليش ساكتين؟ صار أكم موت من نوعين موت جسدي وموت روحي مو بسبب السرقة والقتل باسم الدين لا وموت روحي بعدم اهتمام الآخرين من المسيحيين والكنائس والمنظمات ولا يتم مساعدة المسيحيين وحمايتهم إلا إذا كانوا مذلولين لو عندهم معارف لو واسطات لو يكون عايش بخيمة لو يتوسل بهذا وذاك حتى بالموت قمنا نطلب مقابل كنت أسمع هذا الكلام من الناس وأهلي وكنت أشوف هاي الأمور مع ناس وهسه طلعت هاي الأمور صحيحة هناك موت من نوع ثاني موت من الجوع هناك موت روحي أعداد هائلة من المسيحيين يسكنون المدارس والكنائس والساحات والشوارع من هو المسؤول وما هو الهدف وماذا سيحدث بعد هل انتهى الموضوع؟ ما أعتقد هاي بداية الأوجاع بداية الزوال كل باطل وظهور الشر بسبب السكوت ولماذا هذا الصمت؟ هل هو خوف؟ هناك جزية وهناك طرد هناك عبيد يطالب من المسيحي أن ينباق ويسكت أن يدفع الجزية حتى أصدقاء المسيحيين وأخوانهم في البلد قاموا بانقلاب من أجل المصالح إشقد أنت رخيص يا إنسان بعت أخوك الإنسان من أجل مصالح وفلوس أنت تصنعها بإيدك هذا ما حدث في الموصل وهذا ما يحدث في العراق أهلي وأصدقائي وحبايبي وهذا اللي صار مع يوسف عندما قاموا أخوته بمحاولة سرقته وقتله وبيعه وعندما باعوا ولكن كان الله مع يوسف حتى أصبح رجلا ناجحا وهذا اللي يحدث الآن الله مع المسيحيين سيكونوا ناجحين وناجين ونرفع اسم المسيح في كل مكان منترسرين مرسلين ولكن سؤالي أهل الموصل وبعض أهل العراق من أين هذا الكره والحقد ولماذا وما هو الهدف والدافع ماذا فعلوا المسيحيين لكم ونسمع أنه الآن يتم استرجاعه من الجيش والحشد الشعبي الله يحمي العراق وجيش العراق والعراقيين وهناك أكو عمليات التزوير والسرقة داخل بغداد قصة لأحد النساء المختربات جاءت بعد سنين كي ترى العراق بعد الحرية من الحزب السابق وتروح لبيتها حتى تشوف عائلة في بيتها ويطردوها ويقولوا لها روحي منين ما جيتي هم قاموا بتحويل كل شيء باسمهم هم جماعة لصوص يعملون من خلال الدولة ويقولون أنه البيت إلهم بأي حق هل هذا العراق الجديد؟ عراق بدون المسيحيين؟ أنا هسا أقولكم تريدون أن تساعدون المسيحيين؟ طلعوهم ساعدوهم وبعدوهم لحد ما يستقر حال البلد وتعرفون تلزموه وتصلحوه إحنا كأخوان ندعوكم إلى السلام وليس للقتل والسرقة كما تفعلون في إنجيل يوحنى 16-2 يقول سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وهذا اللي دي يصير هسه الرب قال هذا الكلام وصار المسيحي تنبأ وإحنا ده ننطرد وده ننقتل ونبتعد عن بعضنا البعض بسبب ما يحدث وما حدث في وقت الصليب وهس دين عاد الموضوع والزمن دي يعيد نفسه والشرير يريد يفرقنا لكن إحنا بإسم الرب أقوياء ويجي اليوم اللي يجمعنا هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وهناك كلام الرب على فم يحنى في سفر الرؤية لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض يا مسيحي العراق احفظوا وصايا الرب اقروا كلمة الرب هي التي تحميكم وتحفظكم وتعطيكم الصبر لأننا بالمسيح يسوع منتصرين وغالبين هو سيحمينا ويحفظنا من التجارب والشرير وهاي بداية الأوجاع مجيء المسيح المسيح دي يسمعنا وجاي على الأبواب الله لا يحتاج إلى مضللين وقتل الله لا يحتاج إلى سراق وملتحين وتجار باسم الله رجعوا أقروا التاريخ احنا أصحاب البلد المسيحيين هم أهل البلد الأرض التي تأتي بالدم بالدم ترجع التي تأتي بالسيف بالسيف تأخذ وما يأتي بالسلاح بالسلاح يأخذ ما نريد الدم ما نريد أرض لا يوجد المسيحيين فيها لأنها بدون نور وملح تكون أرض فساد الرب قال اتركوا الأرض التي فيها خراب المسيحيين هم أساس أرض الرافدين المسيحيين راحلين احنا راحلين ما ذكر عدكم في الكتاب مالتكم لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم ما نعرفش تريدون لكن نعرف ان انتو عبيد اله مزيف مهرطقين وليس سوى تراب يأكلها الدود اتذكر انت منو يا انسان بخارو يضمحل يختفي وهناك يوم يرجع حق المظلوم هذا سبيل لشعب المسيح يا مسيحي العراق خلونا نصلي الى كل اهل العراق مسيحيين العراق يجي يوم ويجمعنا الرب ويباركنا ويحمينا من كل اللي دي يصير ونصلي بكلمة المسيح اللي هي شفاء النفس وقوة لكل ضعيف ويجي الرب ويعمل المعجزات من خلال المسيحيين وباسم المسيح نطلب وكل شعب المسيح وكل من يؤمن بالمسيح وأهل العراق يقولون آمين سلام المسيح على العراق وأهل العراق يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا آمين تعال أيها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة